قبل البداية ما تنساش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلك آخر الأخبار إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم صحفة بريطانية هذا الشخص هو من أمر بإبعاد زياش عن تشيلسي لا يصدق فرانك لامبارد يخرج بكلام قصي تجاه حكيم زياش إلياس بن صغير مهاجم موناكو الفرنسي يقدم إشارة واضحة على رغبته في اللاعب للمغرب والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل ما تنساش الدرجة من الفيديو وتتارك في القناة وتفعل زر الجرس باش تكون أول واحد كتوصل بجديد أخبار صحفة بريطانية هذا الشخص هو من أمر بإبعاد زياش عن تشيلسي كشفت صحفة ديليم للبريطانية أن مالك تشيلسي توض بويلي هو الذي أمرت دقم الفني لفريقها بعدم إشراك حكيم زياش في المباريات عيقبا له على صفره إلى العاصمة الفرنسية باريس قبل حسم صفقة انتقاله إلى البي اس جي وفق مأكدة ديليميل فرجل الأعمال الأمريكي توض بويلي هو السبب محنة حكيم زياش مع نادي تشيلسي مشهرة إلى أن الصفر الأخير إلى باريس قبل إتمام صفقة انتقاله إلى النادي الباريسي شهر يناير الماضي قد أغضبه كثيرا وبحسب دات الصحيف فقد أمر مالك تشيلسي المدرب السابق كراهام بوتر بعدم إقحام زياش بالمرة بعد فشل صفقة انتقاله للنادي الباريسي وكان المدرب الجديد للتشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد قد صدم بدوري حكيم زياش بعد استبعاد عن لائحة البلوز في مواجهة والفرهامتون لحساب الجولة الثلاثين من الدور الإنجليزي الممتاز وكان زياش قبقوا سينيا وأدنى من الانتقال إلى الصفوف باريس سان جرمان إلا أن تأخرت تشيلسي في استكمال الأوراق المطلوب حالة دون إتمام الصفقة في يناير الماضي لا يصدق فرانك لامبارد يخرج بكلام قاس تجاه حكيم زياش أعرب مدرب نادي تشيلسي الإنجليزي فرانك لامبارد عن اعتقاده بأن حكيم زياش لاعب المنتخب المغربي قد وصل إلى أسوأ حال مع الفريق ومن أجل إنقاذ مصاره يجب عليها الرحيل بعد تراجع أدائه في الفترة الأخيرة وفي ضوء ذلك قرار لامبارد استبعاد زياش من قائمة تشيلسي الخاصة بمباراة والفرهامتون وأشار لامبارد إلى أن قرار حيرماني زياش من المشاركة في المباريات كان مبنيا على رأي الإدارة المستأول غير مقتنعة بخدمتها وغاب الزياش عن مباراة والفرهامتون والتي تعد أول مباراة للمدرب لامبارد بعد عودته لتدريب الفريق بعد إقالة المدرب السابع جراهام بوتر بالسبب سوئ نتائج خطوة جديدة من وليد راقراجي لخطف مواهبة باير ليفيركوزن يعتبر أمين عدل مهاجم باير ليفيركوزن الألماني أحد المواهب الصعيدة في أوروبا بعد المستوية الفنية المميزة التي يقدمها مع ناديها الحالية ويحضى أمين عدل صاحب الـ 22 عاما بمكانة خاصة لدى إدارة ليفيركوزن الألمانية الذي انضم إليه في فترة الانتقالة الصيفية لعام 2021 قادما من تولوز الفرنسي بمجاب عقد يمتد إلى 2026 وعلى الرغم من أن اللاعب عبر عن رغبة في الاستمرار في تمثيل المنتخب الفرنسي في العديد من المنسبات إلا أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدمة لم تفقد الأمل في الضفر بخدمة هذا اللاعب الواعد ولسيما أن سنه الحالي يسمح له بتغير جنسيته الرياضية حتى يتمكن من الالتحاق بمنتخب أصود الأطلس وفق لمصادر مطلعة يسعى مدرب أصود الأطلس وليد رغراجي جاهدا لإقناع عدلي بالتراجع عن قرار اللاعب مع المنتخب الفرنسي والانضمام بدل من ذلك إلى صفوف المنتخب المغربي وتبع المصدر نفسه أن وليد رغراجي قرر فتح الباب مجددا أمام عدلي للانضمام إلى منتخب أصود الأطلس بعدما ظل يتردد في تلبية الدعوة في الفترة الأخيرة وأشارت نفس المصادر إلى أن رغراجي يتزم إرسال مساعديها لمتابعة مباراة بايرلي بكوزن في الدور الألمانية والتي ستمكنه من تقييم مؤهلات عدل الفنية والبدنية قبل تقديم العرض الرسمي له بالتمتيل لمنتخب المغرب حيث من المنتظر أن تستعمل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورقة اللاعبين الشباب المنتحقين مؤخرا بصفوف المنتخب من أجل تحفيز اللاعب عدلي على تغيير جنسيته الرياضية إلياس بنصوير مهاجم موناكو الفرنسي يقدم إشارة واضحة على رغبته في اللاعب للمغرب يملك المنتخب المغربي عددا من المواهب المحترفة في الدورية الأوروبية والتي بدأ الاتحاد المغربي لكرة القدم يستفيد من حبرتها بعد السياسة الناجحة التي يسير وفقها وذلك عبر تعقدي مع خمس كشافة في القارات العجوز يتواصلون بشكل دائم مع اللاعبين من أجل تمتيل منتخب بلدهم الأصلي في الوقت الذي قدم إلياس بنصغير موهبة موناكو الفرنسية إشارة واضحة على رغبته في اللاعب مع المغرب بعدما نشر صورة على انستغرام يعتليها العالم والوطني كترت علامة الاستفهام حول مستقبل هذا الشاب صاحب الثمانية عشر سنة الذي قدم ورق اعتماده في الليج أ ومن المنتظر أن يكون بنصغير ضمن الجيل الذي تسعى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن يحاقق نتائج إيجابية في كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة التي ستقام بالمغرب والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024 لذلك ازداد حمس الجماهير المغربية بعدما بات إلياس قريبا من تمتيل منتخب بلده الأصلي ورغم لعبه رفقة المنتخب الفرنسي لأقل من 19 سنة إلا أن اللاعب المغربي إلياس بنصغير نجرح مناكو الفرنسي ينتظر في الفترة المقبلة انضمامه لصفوف الأولمبيا المغربية ليشارك معه في نهاية كأس إفريقيا لأقل من 23 سنة المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 وأكدت جريدة المنتخب بأن منذوب الجامعة في فرنسا يتبع تطورات ملف اللاعب بنصغير الذي يملك مؤهلات تقنية جد محترمة والذي سيفيد بتجربته كتيبة المدرب عصام الشرعي في حال قرار الأخير ضمه خاصة في ظل المنافس التي يشهد الفرق الوطني بانضمام لاعبين من صفوف أصود الأطلس في الفترة القادمة للمنتخب الأولمبيا وذكر موقع العربي الجديد أنه حصل على معلومات من مسؤول داخل الاتحاد المغرب لكرة القدم أكد من خلالها أن كشاف الاتحادي في فرنسا يراقب وضعية اللاعب إلياس بنصغير نجم فرق موراكو الفرنسية من أجل ضمه إلى صفوف المنتخب المغربي الأولمبيا الذي سيخوض نهائية بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة المؤهلة إلى أولمبياد باريس ورغم لاعبه مع منتخب فرنسا تحت 19 عاما إلا أن اللاعب إلياس بنصغير قدم إشارة واضحة في الآوين الأخيرة من أجل الانضمام إلى المنتخب المغربي الأولمبيا إذ سيكون الوجه الجديد من أصحاب الجنسية المزدوجة الذين سينضمون إلى كتبة المدير الفني عصام الشرعي الذي سيستفيد من تجربة لاعبين آخرين من صفوف منتخب أصود الأطلس يتوافقون مع السين الأولمبيا وفي مقدمتهم عبدالصمد الزلزولي جنح فريق ساسونا وشادرياد مدافع فريق برشلونا وبلا الخنوس لعب جنك البلجيكية يذكر أن اللاعب إلياس بنصغير الذي ولد في مدينة غاسان الفرنسية تلقى تكوينه في صفوف موناكو الفرنسية إذ لعب مع فئة تحت 19 سنة وفئة تحت 21 سنة قبل انضمامه إلى صفوف الفريق الأول إليكم مشاهدين أهم عنوين أخبار اليوم صحفة بريطانية هذا الشخص هو من أمر بإبعاد زياش عن تشيلسي لا يصدق فرانك لامبارد يخرج بكلام قاس تجاه حكيم زياش إلياس بنصغير مهاجم موناكو الفرنسي يقدم إشارة واضحة على رغبته في اللاعب للمغرب موسيقى